بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة بالنسبة لشابتر سري في فباختصار شريط جدا خليني ألملك الشابتر ان شاء الله بازن الله في عشرة خمس وشر دقيقة بازن الله يعني اتمنى حضرتك ما تبصش على التوقيت فاتليني عامله مسلا في تلت ساعة ان شاء الله بازن الله يكون عشر دقيقة وربع ساعة يكون فيهم الخلاصة بتاعة الشابتر. تمام? تمام. بمنطقة البساطة. الشابتر ده منقسم لجزئين اتنين. طيب. اول حاجة انا عندي اساسين اتنين للتقييم في المحاسبة. اساس اسمه الكاش بيزيس. والتاني حاجة هو الكاش بيزيس. تمام? الكاش بيزيس ده بيعترف بالاراد او المصروف لما بيحصل بالفعل. بيعترف بالاراد او المصروف لما بيحصل بالفعل. يعني انك دفعت فلوس فعلا او استلمت كاش فعلا. تمام? تمام. ففي خدمة انت استلمتها او خدمة انت ايه قدمتها. طيب. وده غير متوافق مع معايير الانترناشنال فينانشال ريبورتنج ستاندرد. معايير المحاسبة الدولية. زي ما في دستور في كل بلد في العالم. في كل دولة لها دستور بيحكمها من خلال القوانين. ففيه برضو دستور وقانون خاص به هو الانترناشنال فينانشال ريبورتنج ستاندرد. فالاساس بتاع الكاش بيزيس ده غير متوافق مع الايفرس. اما الاكور البيزيس اساس الاستحقاق. يعني سواء الفلوس كانت كاش او مش كاش فحضرتك لازم تسجل لازم تسجل اي حاجة حصل. سواء استلمت او لسه هتستلم او استلمت جزء ولسه بيلك جزء. والاساس ده متوافق مع الانترناشنال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد. وده اللي كنا اصلا بالفعل قلناه في 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 الافتراضات المحاسبية. ان انا عندي اربع افتراضات. اللي هو الاستمرارية ان انا عامل بيزيس عشان خطر استمر فيه. والمونيتري يونيت ان انا محتاج ان انا سجل اي حاجة بتحصل في الشركة من خلال النقود. تعبير عنها من خلال النقود. يعني انا كمحمود كيان مستقل عن الشركة بتاعتي. والشركة كيان مستقلة عن محمود. تمام? بنقول الشركة اللي عملت. مش محمود اللي عمل. رابع حاجة بقى هو ايه? الشابتر تلاتة اللي هو الاكولى البيزيس. اساس الاستحقاق. كان حتى بيقول لي ايه? ريكوردينج ترانزكشن لما بتحصل. مانيش دعوة بقى او ما يعادي للكاش. ممكن يكون ممكن لو انت مديوني بقى او تمام? عادي. ممكن ما تستلمش كاش. ممكن عادي جدا. تمام? بتبدل حاجة بحاجة. مش مشكلة خالصة. تمام? فاحنا باب نتكلم على مين? على الاكورال بيزيس ده. تمام? تمام. فاول كلامنا هنا هيكون على ايه? على الاكورال. يعني المستحقات. يعني ايه مستحقات? اولا هي عبارة عن سيرفيس سيرفيس بفور كاش. يعني انا استلمت خدمة قبل مدفع الفلوس. او قدمت خدمة ولسه ما استلمتش الفلوس. لشان ده ما تصدعشي واحدة واحدة جدا بتاعنا نفهم الدنيا فيها ايه? الاكورال ده نوعين اتنين. اما يكون او او يعني ارادات مستحقة. افهم معنى الكلمة بالعربي كده من غير ما تحفظ ولا تعطي بصمك بقى. مش بحبش جول بصمكة ده. انت دلوقتي في اراد مستحق. يعني اراد من حقك. ما هو ايه? مستحق. حق. يعني من حقك انت. يعني فلوس من حقك. بس انت لسه ما خدتش الفلوس دي. طب هي الفلوس ليه من حقك? السؤال هنا. ليه الفلوس دي من حقك? لان حضرتك قدمت خدمة. اكيد قدمت خدمة. قدمت خدمة ولسه ما استلمتش الفلوس بتاعة الخدمة دي. فازن المفروض لما تيجي تسجل بتاعك زي ما تعودت في شابتر سري هتجي تقوله ان فيه سيرفس هيزيد في جانب الكريدت. تمام? وانت لسه ما استلمتش الفلوس. فانت ليك فلوس من حقك. من ايه من حقك? فانت هتزود الفلوس اللي ليك بره. لانه يزيد في جانب تمام? تمام. ده اسمه ايه? ده قبل التعديلات. نجي بقى نتكلم في شابتر التعديلات هعمله ازاي? ده الوقتي القيد ده مسلا كان يوم واحد واحد. يوم واحد وتلاتين واحد هتيجي تستلم الفلوس اللي كانت ليك بره. فانت هتلغي الاكاونت من جانب الديبت تودي الجانب الكريدت ليه? لان انت هنا بتعمل بتعمل تعديل للقيد. انت كليك فلوس بره? اه. دلوقتي انا بستلم الفلوس اللي كانت ليه بره. فهجزود الكاش والغي الاكاونت ريزابل بدل ما هو كان في الديبت او اديه في جانب الكريدت. تمام? يبقى انا كان ليا فلوس بره عشان كان ليا فلوس بره فزودت الفلوس اللي ليه بره اللي هو الاكاونت ريزابل. طب هو انا ليه ليا فلوس بره? ليه? عملت ايه انا يعني? قدمت خدمة. انا كمحبول مسلا دلوقتي اهو. هشرح لك الشابتر. تمام? فالمفروض ان انا هشرح لك الشابتر ده مسلا بميت دولار. نتمنى زلك يعني. تمام? فانا هشرح لك شابتر بميت دولار. فانت جيت حضرت ليه تمام? اعدت قدامي هو جميل? وانا اعدت اشرح لك الشابتر ده. بس انت هتدفع الفلوس بعد نهاية السيشن. فكونك هتدفع الفلوس بعد نهاية السيشن. فانا كمحمود هسجل عندي. ان انا مسلا حضر عندي اه تلت طلاب. في مية يبقى انا هسجل تلات تلاف دولار. التلات تلاف دولار دول هسجلهم ازاي? اقول ان انا ليه عندي ليه عندهم فلوس ليه عندهم اكاونتر ساول هيزيد في جانب الديبت. وليه? لان انا قدمت لهم الخدمة. صح? صح كده. طيب لما الطلبة تخلص السيشن وتروح تدفع الفلوس. فانا هستلمي الفلوس من الطلبة. فالكاش بتاعها هيزيد. ولغيت الاكاونتر ساول لان خلاص الفلوس القتلية برة الا حصل لها. انا استلمتها فعليا. شكرا. سلام عليكم. دي اول جزئية معاها. تمام? تمام. نيجي للجزئية التانية. جزئية الايه? الاكورد اكسبنس. الاكورد اكسبنس. انا من شوية قلت لك ان ده ايراد مستحق. ليه? لان انا قدمت لحضرتك خدمة ولسه ما استلمتش الكاش. اما هنا ده مصروف مستحق. يعني ايه? يعني انا كمحمود استلمت خدمة. ولسه ما دفعتش الكاش. تم استلام الخدمة. ولكن لم يتم دفع النقدية. طيب. نيجي نسجل في الاول كده. لو انا كمحمود استلمت خدمة. يعني انت يعني اصبح مصروف بالنسبالي. ما هو انا استلمت خدمة. يعني اكسبنس. فزود الاكسبنس في الديبت. لان الاكسبنس طبيعتها بتزيد في الديبت. انا اقول له ايه? المصروف نوعه ايه? هل هو سلاريز ريند ايا كان نوع الايه? المصروف ايه? مش هتفرق. تمام? تمام. فاجه اقول له اكسبنس في جانب الديبت. جميل? جميل خالص طيب. وهو انا كمحمود دفعت الفلوس? قال لي لا. لان انا استلمت الخدمة. ولكن لم يتم دفع الفلوس بعد. لم يتم دفع الفلوس بتاعت الخدمة لحد دلوقتي. يعني انا كمحمود مديون. كوني مديون يعني 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 اجزود يعني يعني تمام? طبعا انا هعمل يعني دفع. انا لسه ما دفعتش. انا هعمل يعني وتكتب بقى نوع الخدمة. لو انت كتب هنا فانت هتكتب له هنا سالاريز. سالاريز بيابول. تمام? سالاريز اكسبنس. فوق هنا سالاريز اكسبنس. هنا سالاريز بيابول. رينتي اكسبنس. هنا رينتي بيابول. تمام? تمام. يبقى انت روحت استلمت خدمة ولسه ما دفعتش الفلوس. طيب. ازاي يعني مش فاهم? دلوقتي انت لما بتروح تخش مسلا مطعم زي مثلا. فانت بتطلب شوات اردرات. تمام? انا مسلا بروح اشرب قهوة. فانا اشربت قهوة. القهوة نزلت لي. هل انا دفعت الفلوس? لا. انا كمحمود استلمت خدمة. استلمت خدمة يعني مصروف بالنسبة لي. المصروف حصل فعلا. انا خلاص كده بقيت امر واقع. انا كمحمود هدفع فلوس الخدمة دي. لان خلاص انا استلمت ايه? كوباية القهوة جاتت اتحطت قدامي يا جزيزة الماء. تمام? ففيه مصروف فعلي. تمام? طيب هو انا كمحمود دفعت فلوس المشروب اللي انا اللي وانزلي ده? لا لسه لسه مدفعتش فلوسه. فده دين عليا بي يا بول. اما انزل بعد ما اعد واروح للكشير عشان اتفعله الفلوس. فالدين اللي عليا هيسقط وحيتلغي. من جانب الكريدت يروح لجانب الديبت. لان الليابلتي طبيعتها في النورمال بلانس لما بتزيد بتزيد كريدت. ولما تقلت الديبت فانا هلغي الايه الدين. مدل ما هو كان كريدت هيروح في جانب مين الديبت. وانا كمحمود طلعت الفلوس من جيبي. ودفعتها للكشير مقابل الخدمة اللي انا استلمتها. فانا طلعت الفلوس من جيبي فالكاش هيقل في جيبي فالكاش هيقل في جانب الكريدت. شكرا. سلام عليكم. الموضوع انتب. هنا بقى كان العكس. هنا انا استقدمت خدمة. زي ما قلت لك في المثال بتاع الشرح. اما هنا انا استلمت خدمة. ده مين بقى عموما? ده الاكورال. ايه? اه الجزء اللي قلت من الشاطر هو الاكورال. طب تعال نتكلم بقى على الايه? على اللي هو المؤجلات. اللي هو يعني مؤجلات حاجة عبارة عن كاش كاش استلمته قبل ما قدم الخدمة. او كاش دفعته قبل ما استلم الخدمة. زي ايه? تعال انا اخدها بقى واحدة واحدة. مش فاهم. دلوقتي حضرتك جيت. كنت بقول لك من شوية ان انا هشرح لك الشابتر بمية دولار. تمام? لو انت ما دفعتش لي فلوس الشابتر. فانا هجا اقول ان انا عندي اكاونت عندي سيرفيس ريفينيو في الكريدت. وعندي في اكاونت رسيب اقول. صح? تمام? لان انا دلوقتي قدمت لك الخدمة. ولسه هستلم منك الفلوس. لسه كنت بشعر لك المسال دلوقتي حالة. طيب ماذا لو الطالب دخل راح اتدافع المية دولار واحنا لسه ما بدأناش شرحة اساسا. يعني قبل ما نخش نشرح بتاعنا دفع الفلوس. فمعنى الكلام ان انا كمحمود لما اجا اسجل القيد اقول ان انا مديون للطالب بتاعي بقيمة الكورس بقيمة المية دولار. ليه? لان الطالب بتاعي دفع الفلوس فالكاش بتاعي هيزيد في جانب الديبت. وانا لسه ما قدمتش له الخدمة. يعني انا مديون للطالب ده. انا وهنا بنسميها ايه بقى? دي ارادات غير مستحقة. لان الفلوس دخلت جيبي كمحمود. وانا لسه ما شرحتش ليك الشابتر. لما باشرح ليك الشابتر ساعتها لغي كلمة انقال دي. دي تتلغي. تبقى فعلا. تبقى فعلا. لانها حصلت بالفعل. اما انا حطيت ليه كلمة لان انا كمحمود استلمت منك فلوس وانا لسه ما قدمتش ليك الخدمة. فاذا ده اراد دخل جيبي ولكنه غير مستحق. غير مستحق. طيب. خلاص ده فول الحصة. يعني مسلا نقول ايه? ده الساعة خمسة يا عام. تمام? تمام. الساعة ستة الحصة غلصت. وانا شرحت لك الشابتر قضي الامر. الغي الدين اللي عليا لان الفلوس اصبحت من حقي. انا شرحت لك الشابتر ما تقدرش نفتح بقى وتقول لي فين فلوسي. قضي الامر. انا شرحت لك الشابتر واخدت الفلوس. فالغي الدين اللي عليا. اودي من كريدت لديبت. الغي وساعدت اقول له انا قدمت له الخدمة رسمي فهمي نظمي فاقوله ان ده ايه? سيرفيس ريفينيو. تمام? تمام. فالان ايرن ريفينيو او اللي بيحصل في العبارة عن ايه? تحويل اللايابلتي. ده فعلا كالليابلتي اهوت وحاولتوا الايه? لرفينيو. تمام? اظن كده ما فهم يا جماعة ان شاء الله يعني بيذن الله. طيب. حلو او. طيب. نيجي. ليه الجزء التاني اللي هو الاكسبنس. الاكسبنس مقسمة لتلات اجزاء. وسهلة جدا يعني. تعالوا نشوف. يعني مصروف مدفوع مقدما. مصروف مدفوع مقدما. ازاي يعني? دلوقت يا حضرتك لما بتروح تشتري شقة. بتدفع مصاريف التأمين. بتدفعه مقدما. مسلا المسال بتاعنا الشهير في الشابتر اربعة وعشرين الف. بتدفعهم لسنتين اتنين. يعني السنة واقف عليك بكام? باتناشر الف. فانت دفعت فلوس التأمين. وحضرتك لسه اصلا يوم واحد واحد. انت لسه ما اقجرت الشقة. انت اصلا ما دخلت الشقة لسه حتى يعني. تمام? تمام. فانت الفلوس دي من حقك ولا مش من حقك? الفلوس دي من حقك. لان انا دفعت مصروف مقدم. دفعت مصروف مقدما. ان ايه? ادفانس. ان ايه? ادفانس. تمام? فكوني دفعت مصروف مقدم. انا طالما دفعت خلاص الكاش هيقل في جيبي. انا دفعت فلوس رسمي. فالكاش هيقل. طيب. لو انا لسه ما استلمتش الخدمة. فانا مش هسميه بقى. لان انا لو استلمت الخدمة فعليا. هقول ان هي لكن انا هنا ما استلمتش الخدمة. انا هنا لم يتم استلام الخدمة. فاجأقول له تمام? اما لو الخدمة كانت حصلت بالفعل. يعني دلوقتي انا كمحمود قلت لك ايه? خد فلوس اهي? اديني الخدمة. يلا حالا دلوقتي اهو. انا مسلا واقف قدامك باشتري منك تليفون. تمام? فانت اديني التليفون. وادفعت لك الكاش. شكرا. تمام? قد يا الامر مصروف فعلي. تمام? اما هنا مش مصروف فعلي. لان انا هنا ما استلمتش الخدمة لسه. كني ما استلمتش الخدمة فسميها اما لو كنت استلمت الخدمة فعليا كنت هلغي كلمة بربية دي خالص كأنها مش موجودة. لكن اللي حصل ايه? اللي حصل ان انا دلوقتي دفعت فلوس مقدما ولسه ما استلمتش الخدمة. هو ده بيحصل يا محمود. يا عم ما انت بتشوف بنفسك. انت بتروح بقول العراب. تخش عند الراجل تقول انا عايز اشرب دلوقتي ايه? اهو فرنساوي دبل. تمام? او دبل اين كان بل زي ما تمطقها. ماشيين? اهو فرنساوي. فالراجل تريد بقول لك ايه? تفضل حسابك كزا. فانت ندفع فلوس. دفعت الفلوس ايه? دفعت الفلوس مقدما. صح ولا غلط? صح? دفعت الفلوس مقدما وانت لسه ما استلمتش الخدمة. لسه ما استلمتش الخدمة. قاعد مستني الدور بتاعك انت مثلا رقم مية وتلاتة. مستني تروح تستلم الوردر بتاعك. كونك دفعت الفلوس فالكاش اللي في جيبك هيقل. والمصروف ده مصروف مقدم فبنسميه لما الراجل تلاقي الشاشة انكتب عليها مية وتلاتة وتروح تستلم الوردر بتاعك. خلاص كده انت استلمت الخدمة. قضي الامر. اصبح مصروف فعلي لان كوباتي اللي هو بقت في ايدك. فانا هلغي البريبيت اكسبينسي ده من جانب الديبت او حطه في جانب الكريدت. ليه? لانه اصلا هو اسيتس. هو في الاساس هو اسيتس. لان نهاية من حقي اصل بتاعي ملكي. ده انا دفعوز دي بتاعت انا. من حقي اطالب بيها. لان انا لسه ما سلامتش الخدمة اساسة. واصبح مصروف فعلي فانا هلغي كلمة بقى. تمام? لغيته خلاص اهو من من ديبت لكريدت. واقول له بقى ده مصروف فعلي. او ايا كان نوع مصروف ايه? تمام? اظن من سهل ان شاء الله يعني. فكده انا بعمل عن طريق تحويله من الاسيتس. هو هنا كان هنا اصبح فعلا اهو. تمام? تمام. نيجي للجزء اللي عليه الدور. هو مين? هو بس من نوع السابلايز. السابلايز دي حالة منفردة بذاتها. تمام? احنا المفروض كنا بقول بشكرا على كده خلصت. ما لأ. احنا على دي بقى جوا تات حاجات. اول حاجة اي نوع من الاكسبنس. تمام? اين كان نوع ايه? هنا بقى بنتكلم على ايه? على السابلايز دي حالة منفردة بذاتها. واصلا كلمة يعني امدادات. يعني امدادات. امدادات بقى في الحرب. يعني حاجات خاصة مسلا بالدبابات والطائرات والكلام ده كله. امدادات خاصة بالمكتب بتاع حضرتك ان انا مسلا جاب دبابيس واقلام وكراسي ويصدي وسوري. اقلام ودبابيس وكشاكيل. حاجات شغل مكتب يعني. تمام? اي امدادات. امدادات لمنطقة او جهة معينة. ايا كان بقى ايه? تمام? طيب. فانت في الاول لما بتروح تعمل شراء للامدادات دي. رحت مسلا انا هجيب ايه? هجيب اقلام. تمام? ودبابيس للمكتب وايه? وحاجات من دي. شغل مكتب كله يعني. فانا رحت جبت سابلايز بخمس تلاف دولار. فانا دفعت فلوس. فالكاش بتاعي هيقل. والسابلايز هتزيد في الديبت لانها ايه? لانها ايه? صح والغلط صح? تمام? طيب. بعد ده يوم واحد واحد. في نهاية الشهر يوم واحد وتلاتين واحد او يوم في نهاية السنة يا عم مش مشكلة. انا اكيد استهلكت 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 جزء من الايه? من السابلايز دي. فاصبح معايا في ايدي مسلا بايه? بالف وخمسمائة. بالف وخمسمائة. خلاص يا عم انت بارد ادي الف مش عاملها خلاص. الف كفاية. ماشي? عشان مش عارك لشان نزل الايه? القيم. طيب. فانا دلوقات دي كان معايا سابلايز بخمس تلاف. اللي اصبح معايا هم الف. يعني انا استهلكت سابلايز بقد ايه? باربعة تلاف. فاجي اقول له هتقل في الكريدت باربعة تلاف. باربعة تلاف اهي. والسابلايز اصبح في مصروف فعلي بتاع مين? بتاع السابلايز. بتاع الامدادات. تمام? تمام. فانا هنا بسجل مين? اللي تم استهلاكه بالفعل. مش اللي موجود في ايدينا. مش الان هاند. لانك هتلاقي مسألة بتقول لك ايه? انا معايا خمس تلاف سابلايز اشتريتهم. واللي في ايدينا الان هاند الف. هو عطروح تسجل الالف? لا انا بقول لك اللي استهلكناه قد ايه? احنا كان في ايدينا بخمس تلاف اصبح في ايدينا بالف. يبقى انا استهلكت باربعة تلاف. تمام? تمام. ده القيد بتاع الايه? السابلايز. اخر حاجة معنا وهو مين? هو الجزء بتاع والجزء بتاع يعني تحديدا. ايه الاهلاك? عايز افاهمك ان مقسمة الجزئين اتنين. الجزء الاولاني وهي والجزء التاني هو ايه? افهم بقى معاك الكلام ده. كلمة يعني اصول جارية. اصول ايه? جارية. اما يعني اصول سابتة. يعني ايه بقى جارية? يعني ايه سابتة? صلى عندي. اصول جارية هي الاصول التي يمكن تحويلها الى كاش خلال سنة. يعني معاك انفنتوري مسلا معاك مخزون. المخزون ده انت حطه في المخزن هتبيوته طالعمره يعني في المخزن. ايه? لا احب بيعه فانت هب بيعه عشان يدخل جيبك ايه? كاش. تمام? فانقدر تحول الانفنتوري لكاش خلال اقل من ايه? من سنة. اما طبعا برضو مثال عليها كل الحاجات دي هات ايه? اما هي اصول سابتة. انا جايب مسلا شقة عشان تقعد معايا عمر طويل. بغيرها بعد سنين. بعد اكتر من سنة مسلا. الروح تجيبها عربية عشان تقعد معايا تلات اربعة سنين مسلا. او تقعد معايا عشرين سنة. المهم هتقعد معايا فترة كبيرة. فانا فيما معناها اصول سابتة جاية عشان تفضل محطولها في الارض ما تتحركش. انا جايبها عشان تلات معايا فترة طويلة جدا. تمام? تمام? فها دي كلمة الاصول السابتة. الاصول السابتة دي بيحصل لها عملية عملية اهلاك. ايه اهلاك ده? دلوقتي انت لما بتروح تشتري مسلا الموبايل بمسلا بايه? بعشر تلاف دولار. مسلا يعني. فانت بعد مرور سنة الموبايل امتو اكيد هتقل لها تلات تلاف. الكلام ده بيحصل في اي دولة في العالم. تمام? اما حد يقول لي احنا في مصر بنجيب. يعني انا كمحمود اهو كنت جايب لاب توب مسلا بتمانشر الف. اللاب النهاردة عامل تلاتة واربعين الف. تمام? ده ما بيحصلش ده. يعني حتى لو جيت ابيع اللاب دي النهاردة هيبيع مسلا على اللي بسا بتهدين خمسة وقتين الف جنيه. لما بيحصلش في الدنيا. تمام? ايه اللي عندنا احنا? فلناش علاقة بالايه? احنا بنتكلم في المنطق والعقل بيقول ايه? فطبيعا انك انك روح تجيبتها حاجة النهاردة. مجرد ما تستهلكها فقامتها هتقل. قامتها هات ايه? هتقل. فانت الاول لما بتروح تشتري حاجة بتشتري فانت شريت اوه. فالاكويبمنت هتزيد في الديبت لانها ايه? لانها ايه? والكاش هيقل لي كريدت لانه ايه? قل. تفعت فلوس من جيبك فهو طبيعته لما يقل لي كريدت. تمام? تمام. فانت كنت يجيب مسلا آآ جايب آلة بمية الف. حلو? حلو جدا. بعد مرور خمس سنين هتصبح خردة. هتصبح خردة. يعني هتكون خلاص بقى هتنبقى. عارف انت بقى الراجل بتاع الشارع اللي بيليف الحديد قديم من البيع والبلاستيك القديم من البيع والتلاجات القديمة للبيع. فانت مسلا جيبت تلاجة. التلاجة قعدت معك كم سنة? خمس سنين. لما تيجي تبيعها للراجل هتبيعها مسلا ايه? بخمس تلاف. مسلا يعني. فالتلاجة انت كنت تجيبها بمية الف. بيعتها للرجل بخمس تلاف. قعدت معك خمس سنين. من خلال التلات بيانات دول تقدر تحسب قيمة المصروف بتاع الاهلاك اللي كان بيحصل للتلاجة دي او للماشين دي او دي كل سنة. اخد ناقس السالفش فاليو اقسمهم على طب يعني ايه كوست? انت كنت جايبها بكام? كنت جايبها بمية الف. وايه السالفش فاليو دي? كلمة يعني قيمة الخردة. الخردة اللي هي ايه? انك لما جيت تبيعها للرجل دي. هتدخل لك كام? يا عم ده انت على قلل لو هتبعها حتة حديد. حتى لو هي متضمرة متشخرمة خالص فانت هتبعها حتة حديد. تمام? فتبعها مثلا بخمس تلاف. يبقى انت دخل جيبك كام كده من الحوار ده او كسبت خمس تلاف بس مش اكتر. فانت كده اتكلفت كام? بدل ما كنت متكلف مية الف انا كده متكلف خمسة وتسعين الف بس. كاني صرفت على التلاجة دي خمسة سنين الف جنيه بس. مش سنين. تقسم بها خمسة وتسعين الف على خمس سنين. خلينا اعملها لك قبل مرة. هيطلع كام? هيطلع معك تسعتاشر. معنى الكلام ان التلاجة دي كان بيحصل لها اهلاك كل سنة بمقدار تسعتاشر الف. فانا لو هسجل القيد بشكل آآ سنوي. هجا اقول له ان الاهلاك حصل. اصبح مصروف فعلي. فزود في جانب الديبت لانه مصروف فعلي. فعلا حصل لها اهلاك. فعلا التلاجة اميتها قلت. بعد امرور سنة اميتها هتقل بتسع عشر الف. بدل ما هيك هت بمية الف. اطرح منهم تسعتاشر. تمام? تمام. وهنا بقى مش بقول له في الكريدت كلمة يعني ما ينفعش اجا اقول له الكريدت احطها في الكريدت. لا. ده غلط. مش هينفع. انا دايما بحط قيد سابت اسمه للحاجة اللي حصل لها اهلاك. ده اسمه مجمع الاهلاك. انا هقعد اجمع الاهلاك. يعني كل سنة هحط تسعتاشر 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 لمدة خمس سنين لحد ما الالة تهلك. تمام? تنتهي خلاص بقى. عمرها اللي فتادي انتهى فهنا روح ايباع بخمس تلاف. تمام? تمام. طب انا بقى لو عايز احسيبها بشكل شهري. مش انت قلت لي دلوقت ان حصل لها اهلاك في السنة بتسعتاشر الف اه اقسم على اتناشر. يطلع لقيمة الاهلاك الشهري اللي هو تمام? يبقى باختصار شريك جدا يا جماعة في الجزء دي عشان ما اطلعبتش حد. انت بتروح تشتري قالة الكاش هيقل بتاعك والاكمنت هيزيد. وبحصل له اهلاك. هتحسب الاهلاك ازاي? القانون بتاعك اهو. تمام? يطلع لك القيمة بتاعته بشكل ايه? عدد السنين. يعني مسلا لو كان خمس سنين ست سنين فانت بيحصل لك الحاجة الرقم ده طلع اللي مودت سنة واحدة بس. عايز تحوله الشهر لشهور تضرب تقسم على كام? اقسم على اتناشر. عشان طعلك الرقم ايه? طيب. بقى جماعة اصلا دهو هو يعني عكس يعني ايه? الاسدس النورمال بتاعها بيزيد في جانب الديبت. وتقل في جانب الكريدت. اما الاهلاك الاهلاك بيقلل من قيمة الحاجة. والاهلاك هنا يا جماعة بدل ما هو زي الاسدس بيزيد في الديبت. لا هو عكس الاسدس. لما بيزيد بيتحط في جانب الكريدت. بيتحط في جانب الايه? الكريدت. فاجأ اقول له ان الاهلاك اللي بيحصل ده بحطه في الكريدت اهو. المفروض ده اصلا لا ده هو مش اسدس ده هو ايه? هو كونترا بدل ما يزيد في الديبت هيزيد في جانب من الكريدت اهو. تمام? تمام. بس ده اختصار الشابط روات. نطولنا باللأسف يعني بس عشان فيما كدني بالتفصيل. صار عنا بالقلبك وازكر الله. نحن بقلبي. يلا السلام.